اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الاولى من دورة تعليم برنامج اكسل برنامج اكسل هو افضل برنامج يستخدم لتخزين البيانات واجراء العمليات الحسابية عليها طبعا برنامج اكسل هو تابع لشركة مايكروسوفت وهو ضمن سلسلة اوفيس طبعا بعد ما نفتح برنامج اكسل سيظهر لنا هذا اللي هو المصنف المصنف هو عبارة عن سجل يحتوي على مجموعة اوراق طبعا اذا لاحظنا هنا بالاسفل عندنا ورقة رقم واحد ورقة رقم اثمين ورقة رقم ثلاثة وممكن ان نضيف اربعة وممكن ان نضيف خمسة وستة وهكذا لان نوصل ثلاثمية وخمسة وسبعين ورقة كل ورقة من هذه الاوراق تتكون من خطوط عمودية هاي الخطوط العمودية تسمى اعمدة وهذه الاعمدة تحتوي على اسماء اسماء هذه الاعمدة بالاحرف الانجليزية A, B, C, D, E, F, G وهكذا الى ان نوصل تقريبا 100 الف وكسر تقريب عمود والخطوط الافقية تمثل الصفوف الصفوف الها اسماء واسماءها بالارقام واحد اثنين ثلاثة وهكذا الى ان نوصل تقريبا مليون وكسر صف تقاطع العمود مع الصف يكون انه خلية وهذه الخلية ايضا لها اسم اسم الخلية تاخذ من اسم العمود اللي متقاطع به مع اسم الصف اللي متقاطع معاه يعني هذه الخلية اسمها C5 واذا اجينا على اليسار مضمن الصفحة الرئيسية على اليسار من مربع الاسم رح نلقي اسم الخلية اللي هو C5 لو اختارينا هاي الخلية رح نلقي P2 هذه الخلية M2 وهكذا L5 وهكذا كل خلية تاخذ اسمها من اسم العمود اللي متقاطع معه مع اسم الصف هذه الخلية فائدتها تخزين البيانات طبعا قبل لا نشرح طرق تخزين البيانات خليني نتعلم ما هي انواع البيانات البيانات هي عبارة عن متخلات تخزن في الخلية هذه المتخلات تكون على شكل انواع ممكن ان تكون بيانات نصية مثلا يعني ممكن انا اجي اكتب اسمي الاسم مثلا بهاء هذه بيانات نصية وطبعا الاحظ انه كل اوامر التعديل مختفية بلون رمادي السبب انه الان انا حاليا في وضع الطباعة وليس وضع التخزين يعني هذه البيانات هي بيانات وهمية حاليا غير مخزنة بقاعدة البيانات او بالخلية فحتى اخزن هذه البيانات اضغط على مفتاح enter تخزنت البيانات هذا النوع الاول اللي هو بيانات نصية النوع الثاني اللي هو بيانات رقمية رقمية يعني مثلا ارقام هذه الارقام هي بيانات رقمية النوع الثالث هي بيانات هجينة هجينة اي انها خليط من النصوص والارقام مثلا نقول واحد كانون الثاني اللي هي التواريخ هذا التاريخ يتكون من رقم ويتكون من نص اللي هي بيانات هجينة فاذا عندنا ثلاثة انواع من البيانات بيانات نصية وبيانات رقمية وبيانات هجينة طبعا عندنا في الاسفل عندنا هنا علامة الناقص وعلامة الزائد طبعا علامة الناقص تصغرنه الصفحة وعلامة الزائد تكبرنه الصفحة وطبعا عندنا كل خلية لمن اضغط عليها ادي هذا اللي هو شريط المعادلات او شريط المكونات لمن اضغط على هذه الخلية اصعد بيه الشريط القى الشريط فارغ اللي هو شريط الصيغة السبب انه الخلية فارغة هذه الخلية لمن اصعد الى الشريط رح القى بيها النص اللي موجود بداخل الخلية ومثل ما نوهنا على اليسار اللي هو شريط او مربع الاسم اسم الخلية طبعا البرنامج يتكون على قوائم اللي هنه قوائم ملف والصفحة الرئيسية وادراج وتخطيط الصفحة وصيغ وبيانات ومراجعة وعارض وعندنا صفحة تنسيق وتصميم وتخطيط وصفحة المايكرو طبعا هذه الصفحات مخفية ظهرا عند ادراج الاشكال والجداول والصور طبعا هذه المحاضرة هي محاضرة تعريفية عن برنامج اكسل ان شاء الله في المحاضرات القادمة راح نتبحر اكثر في برنامج اكسل باذنه تعالى اشتركوا في القناة